تقع هذه المنطقة والتي تعرف بحي الإمام علي وسط كربلاء وتحيطها الدوائر الخدمية من جميع اتجاهاتها إلا إنها ما تزال تفتقر إلى أبسط خدمات البنى التحتية فلا ماء هنا ولا كهرباء أحياء وسط كربلاء فقدت فيها الخدمات فمنطقة الإمام علي تخلو من شبكات الصرف الصحي والإكساء منذ أكثر من 20 عامان وهذا واقعها على الرغم من المناشدات المتكررة بتحسين واقعهم الخدمية منطقة سكنية دائماً في الصبح هناك دوائر سيارات هنا وتدري المطار وتشوفوا قدامنا كالتراب هذا الموجود هنا تفيض مرات المنطقة لأن لا لدينا مجالي لا لدينا تبليط لا لدينا أي خدمات من تحتية صور الإيمال بدت واضحة على شوارع حي الإمام علي مياه آسنة وتجمع لأكوام النفايات ما أثار سخط الأهالي على الرغم من أنها تقع قرب الدوائر الخدمية بعد أن غض الرقيب بصره عنها هذه المنطقة وسط المدينة يعني نموذج بالنسبة لمدينة كربلة هذه المنتجات النفطية دائرة رئيسية هذه دائرة الوقف الشيعي هذه دائرة البيئة ذي شيء الرقاب المالية أقبالنا الضريبة وبصفنا الجنسية هذا معحد المعلمين سابقاً يعني إحنا صاينين بوسط هذه الدوائر لا مجاري لا تبليط لا اعتناء أسحنا الوقف بها يفترض هذه تكون منتزة بالمخطة تكون منتزة نقص الخدمات قديم ومزمن في منطقة حي الإمام علي فالحفر فيها ستكون مع حلول فصل الشتاء سبباً لغرقها وتشكل مستنقعات مائية للمياه الآسنة علي خالد واني نيوز كربلة